السيدة الرئيس عبدالفتاح سيسي تابع مبارح جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج وطامن سيدة الرئيس على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية وجه بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الرهنة لحين عودتهم إلى مصر كمان مبارح سيدة الرئيس استقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل وده بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ووجه سيادته بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلوارة استراتيجية وطنية متكملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج وقد عرضت الوزيرة نبيلة مكرم لاستعدادات نهائية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي سينظم تحت رعاية سيادته حيث سيضم العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نقبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر وكذا عدد من الشركات الأجنبية وسيتم تناول محاور عدة سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية اتكلم عربي والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وأيضا إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية كما عرضت السيدة وزيرة الدولة للهجرة سبل زيادة دعم مستهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا موضحة الجهود القائمة بالتنصيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالاستثمار العقاري وقد وجه السيد الرئيس بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج وذلك بالتنصيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري وتذليل اي عقبات في هذا الاطار كما استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة والتي تهدف الى تناول مسألة الهجرة غير الشرعية ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها حيث تشمل محاور تنفيذ المبادرة عقد دورات تدريبية وتثقفية للشبهب الى جانب التعريف بسبل الهجرة الامنة وذلك بالتعاون والتنصيق مع الجهات المعنية المختلفة واضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اطمأن على سلامة واوضاع الجالية المصرية في اوكرانيا في ضوء تطورات الازمة الاوكرانية حيث اطلع سيادته على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الاماكن الخطرة وموقف الحالات الانسانية اكذا المصريين العابرين للحدود الى الدول المجاورة وجهود الحكومة لاعادتهم بالتنصيق مع سلطات الدول المناظرة فضلا عن الطلبة العائدين وجهود الحاقهم بالجامعات المصرية موجها سيادته بتضافر جهود الدولة واجهزتها لضمان سلامة وامن ابناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من اجل تجاوز الازمة الراهنة لحين عودتهم الى مصر كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكاتب سماح ابو بكر عزت المتخصصة في مجال ادب الطفل وذلك بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقد اعربت الكاتبة سماح ابو بكر عزت عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مؤكدة ان النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الادب الوطني للاطفال مشيرة في هذا السياق الى مشروعها الادبي الاخير تحت عنوان حياة وكريمة وهي القصة المستوحى من مبادرة حياة كريمة والتي تعرض انجازات واهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للاطفال وقد اعرب السيد الرئيس عن متابعة سيادته للأعمال الادبية التي ألفتها الكاتبة سماح ابو بكر عزت والتي حازت على اثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية مؤكدا سيادته اهمية ادب الطفل في التوعية الهادفة للاجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الامن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن اذكاء الحس الوطني لدى الاطفال وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بحجد الطاقات الابداعية في مجال نشأة الاطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الاطفال من المهد من ناحية اخرى عرضت الدكتورة ايناس عبدالدايم فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي والتي تنطلق مساء غد وهو الاختيار الذي وقع على مدينة القاهرة من قبل منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة حيث يهدف برنامج عواصم الثقافة الاسلامية الى توطيد اواصل العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال اقامة حوار ابداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين ابناء الامة الاسلامية وابراز التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو الى التسامح والتعايش امام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الاسلامية العريقة برح بعث الفريق اول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي برقية تهنئة الى سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان من عام 1443 هجرية وايضا بعث الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة برقية مماثلة الى سيد الرئيس للتهنئة بذكرى الانتصار دولتي خلينا نروح مع حضرتكم نتابع تقرير عن اهم الاخبار اللي حصلت مبارح وكان منها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعدد من مصانع المنتجات الغذائية في المنطقة الاستثمارية في 6 اكتوبر وايضا نفي الاخبار اللي تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعقيد اجراءات توريد القمح بالموسم اللي حالي عن المواسم اللي فاتت في مجموعة من الاخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعدد من مصانع المنتجات الغذائية في المنطقة الاستثمارية سي بي سي بمدينة 6 اكتوبر استهل رئيس الوزراء الزيارة بالتأكيد على ان الدولة المصرية بتعتبر القطاع الخاص شريك اساسي ليها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية اللي بتنفذها في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية وقال ان فيه توجيهات من الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمال الاستثمارات قال كمان ان الدولة بتساند بقوة القطاع الخاص وبتعمل على تهيئة بيئة ومناخ جيد للاستثمار وتوفير مستلزمات الانتاج من اجل دعم الصناعة امبارح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى الاخبار اللي تم تدولها على السوشيال ميديا بانه تم تعقيد اجراءات توريد القمح بالموسم الحالي عن المواسم السابقة المركز نفى الاخبار دي تماما وقال ان منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي بتتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين زي الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الاقمح بزيادة 100 جنيه للاردب عن الموسم الماضي كمان منح حافز اضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيه ليصبح اجمال الزيادة 165 جنيه ده غير تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجامعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين في استلام المحصول من المزارعين بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليب اشتركوا في القناة